الى مستجدات وباء كورونا حيث اعلنت اللجنة الوطنية العلية لمواجهة الوباء مستجدات الحالة الوبائية للفيروس وقالت اللجنة انها لم تسجل اي حالات اصابة جديدة او حالات شفاء خلال 24 ساعة الماضية واضافت اللجنة ان الاسبوع الاخير لم يشهد تسجيل اي حالات وفاء ولم تسجل خلاله سوى حالة اصابة فقط احدهما في عدن والاخرى في محافظة مأرب ليبقى بذلك اجمال الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا 2062 حالة منها 599 حالة وفاء و1366 حالة تعافي اما عالميا فقد تقاوزت حالات الاصابة بفيروس كورونا 45 مليون وتسعمائة الف حالة فيما بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن مليون و190 الف حالة وبلغت حالات التعافي اكثر من 33 مليون ومائتي الف حالة تعافي اشتركوا في القناة